اشتركوا في القناة وبياكم في برنامج فوازير اتقان الرمضانية نرحب فيكم فحياكم الله وكما تعودنا ان المشاركة تكون برفع اليد فقبل البداية مثل ما خذنا امس عندنا مجموعة مسابقات مجموعة منافسات فيها تحديات ونشوف مين الافضل في منافسات ثنائية ونشوف مين يغلب الثاني ومين يا ترى يفوز على الثاني اليوم عندنا فعاليات بسيطة مفيدة ان شاء الله وممتعة فيلا بسم الله على بركة الله نبدأ بالجولة الاولى الجولة الاولى وهي حجرة ورقة مقص طبعا الفكرة مثل ما قلنا امس ان عندنا مجموعة مربعات اولا اللي بيلعبون اثنين مع بعض اسرع بسأل سؤال اسرع اجابة هي اللي بتختار اول بتختارون احد المربعات احد الالوان ونشوف يا ترى مين يغلب الثاني ومين حجرة او ورقة او مقص فعلى بركة الله نبدأ مع اول مشاركين واول المشاركين معانا لهذا اليوم وهو جاسم يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا مرحبا هياكم الله كيف الحال الحمد لله بخير كيف حالك امت الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر بخير ونعمة وعافية جاهزين جاهزين الشيخ جاهزين طيب ومع اول المنافسات لهذا اليوم مع جاسم يوسف والسؤال يقول نبي اسرع اجابة تمام نعم فالسؤال يقول معنى او سورة في القرآن في جزة عامة معنى اسمها الصبح الذي انفلق من ظلمة الليل فما هي سورة الفلق سورة الليل الفلق جاسم اجابة صحيحة جاسم صح جميل جميل واجابة صحيحة هي سورة الفلق اختار احد المربعات احد الالوان الوسط الوسط مقص جميل الان ناخذ من يوسف اليمين اليمين طيب طيب يا ترى مين يفوز على الثاني اوه احسنت يا يوسف الحجرة تغلب المقص ويوسف يغلب جاسم وكلاكم ان شاء الله تدخلون معنا السحب جاسم جاوب اسرع يوسف في التخمين هو اللي فاز في الحجرة ورقة مقص اعطي كلام السحب الي ايش اشوف اه طبعا فكرة السحب باذن الله عز وجل بعد ممكن اسبوعين بينزل لكم مقطع في اليوتيوب قناة الاكاديمية فيها جميع الفائزين في البرنامج من بداية رمضان كل يوم عندنا فائزين اثنين اعطيك العافية جميل اعطيكم عافية يا شيخ الله يجزاكم خير انا مشروع مشروع رائع يا شيخ الله يعافيك والله يجزاكم خير ويكتب اجورك اعطيك يعافية الله يعافيك يا حلوما سهلة طيب ناخذ المنافسة الثانية عند مين يا ترى عند مين ناخذ ياسر لا محمد احمد شوقي ومير قاسم حياكم الله هيا محمد معنا طيب ناخذ عبد الرحمن الشمري صوت واضح 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 حياك الله من معنا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 حجرة ورقة مقص الآن نأخذ الجولة الثانية لبرنامج فوزير لهذا اليوم وهي جماد حيوان ومعنا المشارك عبد الرحمن الشمري حياك الله يا عبد الرحمن عبد الرحمن طيب مير قاسم نعم استاذ حياك الله عبد الرحمن الله يحييك كيف الحال طيب الحمد لله طيب جاهز يلا يلا نشوف الحرف اللي معانا نبيك تقول اسم حيوان نبات بلاد جماد فنشوف ايش الحرف اللي معانا وهو 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 حرف حرف الت حرف الت ترفة حيوان تمساح حيوان تمساح يا سلام اسم ترفة اسم ترفه جميل نبات تين تين الله عليك بلاد تابوك تابوك يا سلام يا سلام جمد تجرة كيف تمثال 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 الله عليك يا عبد الرحمن ما شاء الله ما شاء الله إجابة صحيحة يعني ما شاء الله عليك جبتهم خمستهم وكنت قدها وقدود ما شاء الله عليك الاسم الثلاثي عبد الرحمن محمد شران شمال والنعم يا عبد الرحمن ما شاء الله عليك الله يفتح عليك طيب ننتقل للي بعد عند مين نقول مير قاسم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ياركاتي يا هلا والله طيب نشوف ايش الحرف اللي معانا الحين الحرف هو طيب حرف اللام يلا يمير حرف اللام اسم بحرف اللام لارا 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 يا السلام حيوان حرف اللام لبؤة لبؤة الله عليك نبات بحرف اللام ليمون 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 الله عليك ما شاء الله ما شاء الله بلاد 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 بحرف اللام لبنان جميل جميل باقي لك جماد آخر شي ها جماد بحرف اللام لبن م ايش ايش لم 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 يا سلام يا سلام الله عليك يا مير اجابة صحيحة اسمك ثلاثي مير عبد الشكور مير عبد الشكور والنعم يا مير جميل جميل الله يجزاكم خير الآن ننتقل للجولة اللي بعدها الجولة الثالثة معانا لهذا اليوم وهي لعبة اكس او نبي منافسة قوية نشوف مين اللي بيفوز في اللعبة الشهيرة اكس او ناخذ مين معانا عبدالله عباس وشعيبي الشعيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله كيف الحال الحمد لله دوم يا رب طيب جهزين ابدأ يا عبدالله اختار رقم سبعة سبعة جميل يلا يا شعيبي خمسة خمسة يا سلام تسعة تسعة جميل جميل وانا ثمانية ثمانية الله عليك واحد واحد وانا ثنين اثنين جميل جميل احسنت يا شعيبي ويعني ما انتبهت لشي يا عبدالله وراحت عليك جميل جميل الله يعطيكم العافية ودخلت معانا السحب الله عافية جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم نروح للي بعده عبدالعظيم ومعاذ معاذ محمد السلام عليكم واريكم السلام وارح ترى يا مرحبا يا مرحبا عبدالعظيم ومعاذ يا ترى مين اللي بيحوز مين تتوقعون ان شاء الله ما ان شاء الله ان شاء الله نشوف واحد منكم لازم يفوز طيب نشوف من اللي ترى بيفوز هل بتكون منافسة قوية ولا بسرعة طيب يلا يا عبدالعظيم ابدأ اختار رقم خمسة خمسة جميل يلا يا معاذ تسعة تسعة جميل ها يا عبدالعظيم اربعة اربعة جميل ستة ستة يا سلام ثلاثة ثلاثة من اللي قال ثلاثة دور مين انا استاذ معاذ انا استاذ احمد عبدالعظيم عبدالعظيم يا استاذ طيب جميل يلا يا معاذ ثمانية ثمانية يا سلام ها يا عبدالعظيم سابعة استاذ سبعة سبعة يا سلام ها يلا يا واحد انتهت انا استاذ طيب كيف الصراحة كانت منافسة قوية وكانت تعادل طيب نلعب مرة ثانية ومرة أخيرة ونشوف يا ترى مين اللي بيفوز عبدالعظيم ولا معاذ نا استاذ بيخط استاذ كيف استاذ بيخط ايش الخطأ علي يا عبدالعظيم استاذ انا فز فز استاذ انت فز انا فز ثلاثة وخمسة وراء وسبعة ايه استاذ ايه استاذ فز طيب لعل كان في خطأ طيب جميل جميل احسنت يا عبدالعظيم الله يجزاك خير وفزت معانا وحتى معاذ دخلت معانا السحب والعفو والله يأطيك العافية يا معاذ على صدقك جميل اسم الثلاثي معاذ محمد علي الجيحي والنعم يا معاذ يلا يا عبدالعظيم طريبيك احمد عبدالعظيم الموليد الشعيبي احمد ولا عبدالعظيم تار احنا داخلين باسم اخوي اي اسمك طيب اسمك طيب اسمك احمد الايش يا احمد احمد وليد الشعيبي احمد وليد الشعيبي احسنت يا احمد منافسة كانت قوية وفاز فيها احمد جميل جميل الله يجزاكم خير طيب ننتقل لآخر منافسة معانا الآن بين مين ومين يا ترى في هذه الجولة آخر منافسة بين ابراهيم وريان يلا يلا يا ترى مين اللي يفوز ابراهيم ولى ريان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جهزين 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 طيب ابدأ يا يا ابراهيم خمسة خمسة يلا يا ريان ثلاثة ثلاثة ها سبعة سبعة جميل يلا يا ريان يا ترى مين اللي بيفوز تسعة تسعة جميل ها ستة ستة الله عليك أربع أربع يا سلام يا سلام ثمانية ثمانية اثنين اثنين واحد تعادل هو يا المنافسة القوية وهي المنافسة الشريسة جميل جميل طيب الآن ابدأ يا ريان خمسة خمسة يلا يا ثلاثة إبراهيم ثلاثة ريان اثنين اثنين يا سلام ثمانية ثمانية الله عليك تسعة تسعة جميل واحد واحد الله يا ريان اربعة جميل جميل ستة ستة الصراحة يعني المنافسة صعبة واثنين كنفزتوا معنا الصراحة يعني مرتين تعادل فكسرت الدنيا الله يعطيكم العافة العافية إبراهيم وريان ودخلتوا معنا السحب شيخ هلا ينفع تخلني أقول محمد يقاوب ينفع ينفع أبشر إن شاء الله استاذ اسمك الثلاثي استاذ يا ريان هلا اسمك الثلاثي يا ريان طيان اسمك الثلاثي طيب ننتقل إلى الجولة الرابعة والأخيرة الجولة الشهيرة الجولة الممتعة المفيدة جولة سؤال وجواب بسم الله وعلى بركة الله ناخذ مين محمد حياك الله يا محمد طيب طبعا المشاركة بالترتيب ناخذ ريماس القحطاني إيوه إيوه حياكم الله الله حياك طيب جاهزين للسؤال إيوه السؤال يقول أول سؤال معانا لهذا اليوم يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم الذي أنعم به الله عليهم في الدنيا أذكر الآية يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم لأنعم الله به عليهم في الدنيا يترى إيش هذه الآية هل هي قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث ولا وأما لأحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولا إلا غير ذلك من الآيات يلا يا رماس يلا يا رماس يلا يا رماس يلا اختاري أي جواب يلا اختاري أي جواب تسمى لتسألنا يوم القيامة عن النعيم سي إجابة أخيرة يلا يا سلام يا سلام إجابة صحيحة ودخلتي معانا السحب الاسم الثلاثي إيما سأل الرحل التاري والنعم الله يجزاكم خير ويكتب أجوركم لسأل عادي أخوه يشارك عادي ما في مشكلة أخذ السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عند مين يا رماس طيب ننتقل إلى أحمد عقيل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عائشة داخلة باسم أحمد يا مرحبا حياكم الله طيب يا عائشة جاهزة للسؤال السؤال يقول لا سؤال سهل بس يحتاج تركيز من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن هل هو عبد الله بن مسعود ولا سعد بن معاذ ولا معاذ بن جبل ولا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم سعد بن معاذ إجابة أخيرة نعم نعتمد الإجابة نعم نعم إجابة صحيحة جميل جميل الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن هو سعد بن معاذ رضي الله عنه إجابة صحيحة ودخلت معانا السحب الاسم الثلاثي الاسم الثلاثي الاسم الثلاثي الاسم الثلاثي عائشة عقيل عائشة عقيل جميل جميل ننتقل إلى من معاذ السيد حياك الله يا معاذ حياك الله يا شيخ كيف الحال الحمد لله طيب الختام يكون عندك شاء الله فأبهرنا بإجابتك الصحيحة جاهز للسؤال شاء الله شاء الله السؤال أصعب من اللي قبله الختام أصعب فأركز في السؤال آخر سؤال معانا لهذا اليوم يقول يقول السؤال ما معنى المتردية هل هي التي تسعب بالكهرباء ولا التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت ولا التي تقع من شاهق أو موضع عالي فتموت بذلك ولا التي ماتت بسبب نطح غيرها غيرها لها فما معنى المتردية يلا يا يا معاذ ما معنى المتردية التي تصعق بالكهرباء التي تصعق بالكهرباء التي تصعق بالكهرباء إجابة أخيرة آه التي تقع من شاهق أو موضع عالي فتموت بذلك إجابة نحائية نعم متأكد من إجابتك نعتمد الإجابة نعم إجابة صحيحة أحسنت أحسنت يا معاذ جزاك الله خيرا وإجابة صحيحة معنى المتردية هي التي تقع من شاهق أو موضع عالي فتموت بذلك الاسم الثلاثي يا معاذ معاذ سيد مرسي والنعم يا معاذ جزاك الله خيرا ودخلت معانا السحب ورزاك يا رب وإياكم يا رب هنا مسك الختام جزاكم الله خيرا ورفع الله قدرتكم وبارك الله فيكم بإذن الله كانت مسابقات ممتعة ومسلية ومفيدة لكم جزاكم الله خيرا جميعا نلتقي غدا بإذن الله عز وجل بنفس التوقيت على خير بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نراكم غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر